تأصيل الشرعي للنوازل والمسائل المستجدة مهم جداً لأنه يثبت صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان فلما نقول مثلاً إن هناك مسائل غهرت مؤخراً في الهندسة الوراثية التسويق الشبكي التورق المصرفي تحديد جنس الجنين الموت الدماغي وانت ماشي هذه مسائل من المستجدات لما يقوم علماء الأمة بتأصيلها شرعاً يكون في رد على من يقول إن شريعتكم باليا ودينكم لا يستوعب المستجدات وإن الإسلام انتهت صلاحيته فنقول كلاً هذا هو التأصيل الشرعي المسألة وما توصل إليه أهل العلم في الحكم الشرعي لها بناء على كلام الله ورسوله ولا شك أن إعطاء النوازل المستجدة الأحكام الشرعية المناسبة لها يقطع الطريق على المخربين وعلى من يفتي بالباطل بدون أهلية ومن الأمور العظيمة في الموضوع هذا قطع الطريق على الأخذ بالقوانين الوضعية وإذا قلت لي عطيني مثال على تجديد الدين والمجدد المجدد إيش دوره المجدد إيش يعني مجدد سأقول لك المجدد يعيد الناس إلى الكتاب والسنة المجدد ينفي عن الدين البدع مثلاً والشوائب التي طرأت المجدد 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 يجتهد أو يؤصل شرعياً للنوازل والمستجدات ما هي منهجية التأصيل الشرعي؟ عند دراسة المسألة لتأصيلها شرعاً وبيان حكمها الشرعي لابد من سلوك منهج محدد منضبط له مراحل ومعالم ويتلخص في تصور المسألة في أرض الواقع ثنين تحرير محل النزاع وصور وحالات المسألة ثلاثة تكييفها الفقه وتخريجها أربعة جمع النصوص والآثار الواردة وتمحيصها لاختيار المناسب منها لحكم هذه المسألة ثم الرجوع لكلام العلماء ممن تكلم فيها من قبل للاستنارة بأقوالهم وأيضاً رد الشبهات والاعتراضات أخيراً الخطوة الأولى التصور الصحيح للمسألة المراد به فهم المسألة فهماً دقيقاً في أرض الواقع مع كافة أبعادها وجوانبها لأن القاعدة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ تصوره إيش يعني تصوره؟ فهمه كما هو في الواقع لازم العالم حتى يأصل شرعاً في النوازل لازم يفهم هذه التي تحدث في الواقع كيف تحدث قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي أن ينظر في ما هي الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك قال الشيخ السعدي جميع المسائل التي تحدث في كل وقت وسواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيء فإذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها العالم تصوراً تاماً بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية فأول ما ينبغي إذن على الباحث التصور الصحيح لأن فساد التصور يلزم منه فساد التصوير فمن أراد التأصيل لمسألة ما فينبغي أن تجمع له أو يجمع هو المعلومات المتعلقة بالمسألة لو أنت خلت أي شيء أبغى أخذ شبكة جاري وأدخل منها على النت فلابد أن يتصور العالم ما هي الشبكة وما هو الاشتراك فيها وماذا سينتج عن أخذك للشبكة الجار هل سيبطئ سرعة التحميل عنده وفتح المواقع أو تنزيل ملفات هل سيكلفه مبلغا ماليا إضافيا ما هي أنواع الاشتراكات في الإنترنت فيه اشتراك مفتوح فيه اشتراك بالميجا الشاهد حتى يفتي صح أو يؤصل شرعاً للمسألة لا بد أن يتصور المسألة فمشكلة بعض السائلين أنه لا يحسن عرض المسألة ولذلك لا بد أن تكتب بعض الأشياء تكتب لو جاعر الطاير كذا وشاف شيخ في الحرم ما حكم شيخ روبوتات روبوتات ما هي مفرد روبوتة لماذا جمعها متجمع مؤنث روبوت لماذا لا أقول روبوتون لماذا لا أقول ربابيت على أي حال لما تجي تقول هذا الربوت ممكن إذا ما فهمته صح يقول لك لا يجوز لأن هذا التماثيل وصنع التمثال حرام يمكن لو شرحت له أن هذا مثلاً لا يحوي صورة الوجه مثلاً ممكن يكون كرة مصمتة ممكن يكون كرة ممكن ما تكون كرة أصلاً ولابد أن يعرف ما هو وما عمله قد هذا الربوت هذا يكون رائد فضاء يمكن هذا الربوت يجري عملية جراحية يمكن هذا الربوت يقوم بتفجير ألغام ممكن هذا الربوت فإذا لا بد من شرح هذا شرحاً وافياً فائدة المجامع الفقهية أنه يستدعى المتخصصون في كل حقل من الحقول التي فيها مستجدات ونوازل لا بد أن تعرفها الأمة فيصورون ويشرحون للمختصين الشرعيين ما هو هذا طيب وكيف نشأ وما هي استعمالاته ما هي أضراره ما هي نتائجه لا بد فلذلك إذا كانت المسألة طبية لا بد أن يستعاني بالأطباء في عرض القضية على الشرعيين وإذا كانت اقتصادية لا بد من تسويق شبكي لازم تجيب لازم يشرح له ما هو التسويق الشبكي وما هي صوره وكيفياته وفي شيء يشترط فيه بيع المنتج وفي شيء لا يشترط فيه بيع المنتج وفي شيء أن تشتري أنت المنتج وفي شيء لا يشترط أن تشتري أنت المنتج وقضية تقسيم الأشياء يمين ويسار وإذا تساوت كذا طيب ما هو مؤدى الموضوع طيب هو سيقول لك بعد عشر سنوات ما ممكن يصير في الشجرة في الهرم ممكن يصير فيه تشبع فالمشتركون الجدد لا يجدون من يضمونه معهم في الشجرة فلا يستفيدون شيئا هل فيها تغرير خداع فيها مثلا قضية هذه نوع من بيع الوهم أو تسخير جهود الناس في زيادة أرباح الشركة ثم لا يستفيدون شيئا أو على وهم أو على فرض تستفيد الطبقات الأولى واللي بعدما لابد من معرفة مآلات مثلا تسويق الشبكي ونتائج التسويق الشبكي على مدى لو استمر مدة طويلة ماذا سيحدث وهنا قد يتدخل علماء الرياضيات لأن مسألة مبنائها على الاحتمالات على يتيحال لابد في أي قضية من القضايا أن يأتي المتخصصون فيها ليشرحوا للشرعيين قبل أن تتم عملية التأصيل الشرعي لأن المسألة إذا تصورت بشكل خاطئ ممكن تطلع عليها نتائج خاطئة في الأحكام فالذي لا يتصور حقيقة الورق النقدي ممكن يقول هذا ما في ربا وممكن يقول ما في زكاة الذي لا يعرف حقيقة أطفال طفل الأنابيب لا يستطيع أن يتوصل إلى حكم صحيح بالحل أو الحرمة إيش هو الطريق لما عرضت المسألة مثلاً هذه التلقيح الصناعي على مجمع الفقه الإسلامي واتجلس مع الخبراء والأطباء وكان فيه جلسات استماع متوالية خرجوا بأن هناك سبعة أنواع من طرق التلقيح الصناعي المعروفة في أيام بحث الموضوع يمكن الآن استجدت أشياء أخرى وحكم المجلس بتحريم خمسة منها وإباحة اثنتين